ولكن يمكن في بعض الأحوال يا مولانا أن يلبس الباطل لباس الحق زي ما شفنا في معركة صفين سيدنا علي بن أبي طالب قال حين وضع القرآن على رؤوس الرماح قال هذا حق يراد به باطل نعم إزاي بقى ممكن حق يراد به باطل نعم يلبسون الحق بالباطل يعني دورت في القرآن الكريم أن تزيف أو تستطيع أن تظهر الحق في صورة مزيفة وتظهر الباطل في صورة كأنها حقيقية شوف حضرتك ما يحدث الآن من الكبار العقول الغربية السياسية طبعا أنا لا أتحدث عن الحكماء ولا على الجماهير نعم دائما طبعا كل كلامهم باطل يعني آدم الحق كذا أن تدافع عن نفسه نحن لا نتحدث عن الدفع عن نفسه نحن نتحدث عن قتل شعب وإبادة شعب إسرائيل وغزة تتحدث هنا يقولون مش عارف الجيش الفلسطيني وما فيش جيش فلسطيني محنا يعني متفقين على أن هذا هو الجيش الصهيوني فأين الجيش الآخر الذي يقاتل فيه فكلامهم يبدو جميل في ظاهره تأخذ من هذا أجتماعات وتنعقد وتصويتات ومنع الهالفيتو وتبريد لتصدير يعني قلعة من السلاح واقفة على الشواضر كل هذا يعني تبريد هذا باطل هذا باطل ولكن له جنود وله ظاهر من الحق وما بيدعوه يخيل فعل النفس على سبيل منه التبريرات أول من يعرف أو من يعلم أن هذا ليس حقا ولكن لا بد أن يقولوا شيئا في تبرير ما يرتكمونه